من عام إلى آخر يقطع اليمن أشواطا جديدة من مسيرته في مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة مسيرة ازدادت تحدياتها ليس فقط بالنظر إلى تصاعد كرة النار وإنما كذلك بسبب تصلب مواقف الانقلابيين الرافضة لعملية السلام والتجاذبات الإقليمية والدولية والإسناد الإيراني المحمول على شكل أسلحة مهربة ودبلوماسية ناعمة عاشت اليمن هذه التطورات وسط محاولات لفاعلين دوليين بتمرير صيغة تسوية تكافئ الانقلابيين على حساب الشرعية المعترف بها لكن الحكومة ومن ورائها التحالف وقف سدا منيعا أمام تجاوز المرجعيات أو طبخ نصف تسوية على حساب تضحيات ودماء اليمنيين ومنذ بداية العام 2016 أخذت الحكومة على عاتقها شكلا من أشكال المقاومة ليس على الصعيد الدبلوماسي فحسب وإنما على صعيد ترتيب البيت الداخلي وإقرار وإنجاز بعض الاستحقاقات كانت البداية مع قرار الرئيس هادي باعتماد الحادي عشر من فبراير يوما وطنيا عقب ذلك بدأ الرئيس بترتيب بيته الداخلي وأطح بحكومة بحاح وتشكيل حكومة بديلة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس وهو ما أفشل خطة كان يجري الحديث عنها بنقل السلطة إلى نائب توافقي بالتزامن مع هذه الإجراءات خاضت الحكومة جولة ثالثة من المفاوضات مع الإنقلابيين في الكويت برعاية الأمم المتحدة تعثرت المفاوضات وخاض الطرفان جولة رابعة أفضت أخيرا إلى مشروع اتفاق رفض الحوثيون وحليفهم التوقيع عليه في مرءا ومسمع من العالم على الأرض كان الإنقلابيون يصعدون من عملياتهم العسكرية ويبالغون في قصف تعز وبعض المحافظات ومناطق التماس كما صعدوا من إجراءاتهم السياسية في تحدي واضح للمجتمع الدولي وإفشال لمساعي السلام وفي محاولة للهروب إلى الأمام أعلنوا تشكيل مجلس سياسي لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم وحاولوا نفخ الروح في مجلس النواب المنتهي شرعيته لتشريع إجراءاتهم الإنقلابية وشكلوا حكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور لكن إجراءاتهم هذه فشلت في إقناع الداخل والخارج وجوبهت بإدانة ورفض العديد من الدول والأمم المتحدة الحكومة بالمقابل لم تستمر في الإصغاء لخطوات المبعوث الأممي البطيئة وانتظار ما ستسفر عنه مساعي السلام حتى ذهبت لسحب المؤسسة المالية من تحت بساط الإنقلابيين ونجحت في نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في عملية صرف مرتبات الجيش والأمن كما أقرت بنقل عائدات النفط والغاز معتبره كثيرون ضربة موجعة للإنقلابيين ومحاصرتهم اقتصادياً وخطوة مهمة في طريق تشفيث موارد الحرب واستعادة ثقة الشارع بها من رحم المساعد الدبلوماسية ولد إخفاق آخر إخفاق حمله رفض الحكومة اليمنية لخطة السلام المقدمة من المبعوث الأممي معززة بمقتراحات الخارجية الأمريكية على أساس شرعانة الإنقلاب وليس حل تكمن الخطة في شرعانة الإنقلاب وليس التخلص من ومن تبعاته ذلك ما أكرت عليه اللهجة الصارمة للشرعية باعتبار الخطة قائمة على إزاحة الرئاسة وجعل القوة المحتمية بها على هامش الحل ولم تتطرق لأسباب الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر